طيب هنروح للملاكمة الملاكمة طبعا ماشيين هم كده يحبوا يمشوا في السكات ولكن برضو الملاكمة من الألعاب اللي ان شاء الله مستنين منها نتاج كويسة في اللومبيات منتخبنا الوطني بيعمل معسكر في أسبانيا عشان استعدادات لتوكيو منتخبنا الوطني الأول الملاكمة هيروح معسكر في أسبانيا هيكون من الفترة من 10 ل 30 يونيو اللي جاي في إطار استعداداتهم دولة اللومبيات اللي جاية واللي هتتلاعب في الفترة 23-28 أغسطس اللي جايين المنتخب هيشارك باثنين لعيبة وهم مين بقى ركزوا في الأسامة دي عبد الرحمن عرابي في وزن تحت 81 كيلو وزن تقيل ويسري رز في وزن فوق 91 كيلو أيضا وزن تقيل الاثنين لعيبة دول لسه مشاركين في بطولة الليتوانيا الدولية وقدروا انهم يحققوا فيها مديلتين ده ركزوا مع الاسمين دول يا جماعة احنا دورنا هنا نعرفكم بأبطلنا ونديهم حقهم عبد الرحمن عرابي ويسري رز عشان يا رب ان شاء الله بإذن الله لما نقول ان هما جابوا مديلية في الأولمبياد تيبوا سمعتوا اسموهم هنا عندنا في البرنامج الاثنين اللعيبة دول لسه مشاركين زي ما قلنا في بطولة الليتوانيا اخدوا دهب وهم الاثنين هلين يمثلوا الملاكمة المصرية في الأولمبياد اللي جاية ان شاء الله في توكيو بكده نكون خلصنا أخبارنا المحلية